اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا في فانغس يصيب السكن ولو ما يصيب السكن بيخلي اللون الجد هذا تعريف البترياسيس فرسي كالر طيب كيف الباثوجينيسيس كيف بيحصل هذا الموضوع في فطر اسمه ماليزيا فارفر او كان زمان يسموه البتريوس بوريام اوفالي كان زمان كده يسموه وهو ماليزيا فارفر هذا الفطر هو نورمال سكن فلورا موجود في جسمنا كنورمال فلورا او في عدد كبير من الناس نورمال فلورا في الاسكن ازايست لكنه ممكن يتحول الى هايفي وبالتالي نقول عليه كيف حيحصل هذا الموضوع طالما قلنا انه موجود نورمال فلورا في الاسكن حقنا اذا الانفكشن هنا اندوجينوس هذه نقطة مهمة جدا ما هياش من خارج لانه موجودة في نورمال فلورا في الاسكن فبالتالي المودوف ترانسميشن اندوجينوس النقطة الثانية المهمة جدا انها ما تعديش خالص وعلى عكس ما يظن كثير من الناس ان البترياسيس فرسي كالر انها تعدي لا تعدي اطلاقا والانفكشن دي ما تنتقلش الا اندوجينوس طيب كيف يحصل كيف يحصل هذا الديزيز احنا اتفقنا ان الارغنيزم اسمه ماليزيا فارفر والماليزيا فارفر ده عبارة عن يست موجود ازا نورمال فلورا موجود في الاسكن اليست ده حيتحول الى مايسيليل او هايفي نفسها حيتحول الى مايسيليل فورم او هايفي المايسيليل فورم او هايفي ده هو الفاثوجينيك يعني الميسيليم ده أو الهايفي حتروح تطلع برودكت البرودكت ده اسمه أزيلك أسيد الأزيلك أسيد ده بيعمل ديس ريجوليشن للميلانين برودكشن فبالتالي أكوردينج ديس ريجوليشن ده للميلانين يا يحصل هايبو بيجمينتيشن وده الكومان يا يحصل هايبر بيجمينتيشن إذن ببساطة في معنى يست اللي هي ماليزيا فرفر في فترة من الزمن تحولت إلى هايفي الميسيليا الفورم عندما تتحول إلى هايفي يصبح باتوجينيك ليش لأنها تطلع برودكت اسمه أزيلك أسيد الأزيلك أسيد ده بيعمل ديس ريجوليشن للميلانين فيحصل ما نسميها بهايبو بيجمينتيشن في الاسكن أو هيبر بيجمينتيشن زي ما أنتم شايفين الصورة الآن كيف أنه واضحة تماما قضية الهايبو بيجمينتيشن واضحة هذه في الفيز وعلى فكرة يخطوب معها مع الفيتالايقو اللي هو البوهاق بحان يخطو في التشخيص معها طبعا هذه صورة هنا للهايبو بيجمينتيشن شايفين كيف الوضع بالهايبو بيجمينتيشن لذلك دكاترة الجلدية يحب المريض لو ما يكون عنده هيبو بيجمينتيشن ليش لأنه الاستجابة للعلاج سريعة جدا بعكس الهايبو بيجمينتيشن عاز وقت لكن لو كان عنده هيبو بيجمينتيشن لو ما يعطوه علاج على طول يحصل رابد ريسبونس طيب الآن بالتأكيد حينط سؤال في رأس كل واحد ايش اللي يخلى اليست ذي النورمال فلورا تحولت إلى هاي فيه ما هي البريدزبوزنج فاكتر لأنه لو ما تحولت إلى هاي فيه طلعت الأزيليك أسيد فعمل ديس ريجوليشن للميلانين اول نقطة في البريدزبوزنج فاكتر اللي هو قضية الصيف والرطوبة هذا واحد من البريدزبوزنج فاكتر يخلي اليست تتحول إلى هاي فيه وبالتالي تعمل برودكشن للأزيليك أسيد النقطة الثانية اللي هو الهايبر هايدروسيس الهايبر هايدروسيس اللي هم الناس اللي بتعرقوا بشكل كبير دول بريدزبوزنج فاكتر إنه يحصل عندهم الديزيز الناس اللي بيستخدموا كرونيك ستيرويد يوز على المدة طويلة دول كمان معرضين إنه اليست تتحول إلى مايسيليم فورم وبالتالي تطلع الأزيليك أسيد وبالتالي يحصل ديس ريجوليشن كمان اليميون سبريشن سواء دايابيتس ولا أثر ديزيز ممكن بيخلي اليست تتحول إلى هاي فيه وبالتالي يحصل ديس ريجوليشن كوشنج سندروم واحدة من الأشياء اللي بتعتبر بريدزبوزنج فاكتر في نقطة كمان مهمة من البريدزبوزنج فاكتر اللي هو الجلد الدهني الجلد الدهني له دور أنه تتحول اليست إلى هاي فيه وبالتالي الهايفي دي بتعتبر باثوجينيك بتطلع الأزيليك أسيد بتطلع بتعمل ديس ريجوليشن للميلانين ومع هذا كله كل الفاكترز ده تخيلوا قد تكون مش موجودة ونستغرب كيف أنه الشخص ده ما عندوش هذه البريدزبوزنج فاكتر وتحولت اليست إلى مايسيليم أو هاي فيه وحصل الديس ريجوليشن للميلانين هنا نقول إن فيه جينيتيك بريدزبوزنج قد يكون لها دور جينيتيك بريدزبوزنج غير البريدزبوزنج فاكترز الأخرى طيب الآن كيف نعمل تشخيص للبيترياسيس فرسيكلر ساعات الناس يسموها تينيا فرسيكلر ماشية على فكرة بس هو اسم غلط لأن التينيا لا تطلق إلا على الدرماتوفايتس وحالناقشة في المحاضرة القادمة إن شاء الله كيف نعملها بدياغنوسيس أول أمر كلينيكالي وعلى فكرة واضحة واحد يشوفها في أي واحد يقول أوه هذا عنده بترياسيس فيرسيكلر نشوف الهايبو بيجمينتيشن هذه زي ما أنتم شايفين كيف الهايبو بيجمينتيشن بشكل واضح هايبو بيجمينتيشن بشكل واضح كاركترستيك تماما هذه طبعا في الفيس هايبو بيجمينتيشن النقطة الثانية نحن نعمل إن احنا ندخل الشخص ده في غرفة مظلمة ونجيب هذا الأورجنزم اللي هو ماليزيا فرفر بيعطي فلوريسنت لو ما يتعرض للألترا فايلو تريس فيعطينا طبعا نؤكد نقول إن هذه على طول ممكن نعمل ولو ما نعمل عشان نشوف ويسموها كده يسموها اسم ومعناها إنه العنب دلالة على اليست والموز أو البنانا دلالة على الهايفي إن احنا حنشوف يعني يست وحنشوف هايبي فشبهوا اليست بالعنب والموز بالهايفي وهذا بهذا الشكل حتطلع زي ما انتم شايفين شايفين كيف في هايبي وفي قضية اليست وذي كاركترستيك بنقول على طول بيترياسيس فرسيكلر وإن كنا قلنا إن الكرينيكل بتشخص بالكرينيكل لكن فيما لو لجعنا إلى الكويتش اللي هي البوتاسيوم هايدروكسايد بنعمل التشخيص واضح بها التريتمنت كيف نعمل تريتمنت عن بريفينشل للبيترياسي فرسيكلر بالتأكيد توبيكل ليش توبيكل لأنها سوبرفيشيال التربانفين كريم يعتبر دراج أوف تشويس الكيتوكنازول كمان كريم يعتبر دراج أوف تشويس ممكن نعمل نزورال شامبو وهو نفسه على فكرة نفسه هو كيتوكنازول بس هنا لو ما تكون المساحة كبيرة في الاسكن أو في الجلد مساحة كبيرة مش معقول أني أعمل مرهم لمساحة كبيرة فيروحوا يعملوا شامبو يخلوا الشامبو على الجسم فترة وبالتالي بعدين يغسلوه فذي ممكن تستخدم لعشر أيام ويعتبر كمان دراج أوف تشويس عشان يعملوا بريفينشن خاصة للناس اللي بيجيهم بيستخدموا عملية ما نسميه بالسالونيوم سالفايد اللي هو صلصة بلو شامبو ده بيستخدم كل أسبوع مرة خاصة في فصل الصيف عشان ما يحصلش إنه يحصل البيفينشن الريكرانسي عشان ما ما تعادش البترياز فلسيكل مرة أخرى كنت معكم في موضوع مهم وبسيط اللي هو بترياز فلسيكلار شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القنقل ترجمة نانسي قنقر